في المؤسسة فمستقبل الشباب ورواتب المتقاعدين على المحك فريق التدقيق لو أعطينا صلاحيات كافية لك كانت نتائج مختلفة المدير أصر على أخذ دور الخصم والحكم أنوان آخر الأمير افتتح المؤتمر الثامن عشر لاتحاد البرلمان العرب العبدالله الإحالات للحفاظ على الحريات والوحدة الوطنية وعاليا شعيب نعيش حالة ردة نسائية الكندري مختبرات لفحص الأغذية في المحافظات هذه كانت عنوين جريدة الكويتية أمام جريدة القبس وعنوانها يقول 85% من الكويتين غير راضين عن الخدمات التعليمية والأمير رعى المؤتمر البرلمان العربي الخدمة المدنية يبحث زيادة العشرين بالأمير اليوم والإضرابات تطل غدا واضح يعني صحفنا من الرأي تقول خمسة وعشرين القبس تقول عشرين والبعض يقول يعني ثلاثين بالأمير وواضح هناك اختلاف مثما ذكرت بعض الصحف ركزت على موضوع زيادات لكن اختلفت النسب من صحيفة لصحيفة أخرى وهذا يرجع طبعا إلى حسب مصدر كل جريدة وثقتها بالأخبار عنوان آخر تعزيز الكويتية بهدعش طائرة جديدة وخمسة وسبعين الف حادث سنويا الكويت تصدر العرب في حوادث المرور الشاهد من جدة الكنفدرالية انطلاق من النظام الأساسي لكل دولة وستة وثلاثين مرشحا في تكمنية البلد اليوم يمكن اليوم هناك انتخابات طبعا في الدائرة الرابعة بالنسبة لمقعد النائب شائع الشائع واضح جدا أن صحيفنا اليوم لم تعطي الحجم والاهتمام في هذه الانتخابات رقم يعني عادة ما كانت الانتخابات تحظى باهتمام صحيفة المحلية لكن واضح يعني أن مقعد واحد وفي دائرة وحدة وبالتالي صحيفنا اليوم لم تركز على هذا الموضوع اللهم إلا عنوين سقيرة جدا في صفحات الرئيسية ويمكن أغلب صحيفنا لم نرى أي عنوان إلا إشارة يمكن من القبس أو صحيفة أو صحيفتين وبالتالي واضح أن لا يوجد هناك يعني لحد الآن اهتمام وتقطيع الانتخابات اللي راح تتم اليوم لشغل مقعد النائب اللي وصل البرلمان طبعا شائع الشائع كان عضو في البلد ونجح في مجلس الأمة واعتبر مقعده شاغرا واليوم تجرى انتخابات نتمنى التوفيق لمن يعني يكون بديلا للنائب شائع الشائع هذه تقريبا المشاهدين هي عنوين جريدة القبس الوطن أمامي كذلك قوانين المعاكسات والتدمير والحشمة الأسلمة بدلا من تعديل المادة الثانية لعدم توافر الأغلبية لإقراره تشمل حظر الفوائد طبعا بعد تصريحات النواب وزير الداخلية تلقى ثلاثين سؤالا من عاشور أبرزها مضايقة المعممين وسحب جنسيات سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ورئيس مجلس الأمة أحمد السعدون لدى افتتاح المؤتمر الثامن عشر للبرلمان العربي هذه كانت عنوين جريدة الوطن الأنباء عنوانها فقط يعني يتحدث تنفرد بنشر مخترح الرواتب الجديد في الخاص يعني فقط عنوان واحد يتعلق بزيادات في الخاص أخيرا أمام المستقبل والمستقبل يعني تنتقد السيد الرئيس من المسؤول طبعا توجه كلامها إلى رئيس مجلس الأمة نظام الحكم في الكويت إمارة وراثية في ذريت المغفور له مبارك الصباح هذا في دستور الكويت وتقول في كتاب مجلس الأمة بمؤتمر اتحاد البرلمان العرب ملكي دستوري يعني هناك واضح أن خطى فادح قامت به الأمان العامة من خلال أنا ذكرت أن نظام الحكم في الكويت ملكي دستوري وطبعا هذا خطى يبدو خطى فادح وتشير إليه جريدة المستقبل عنوين أخرى عدوى الطائفية انتقلت إلى البلد ترخيص مسجد أطلق المشادات الاصطفافية كما تقول والموسى رئيسا للتجاري والتربية تتحايل على معلميها يمكن هذه هي أخبار جريدة المستقبل واضح مشاهدين الكرام يعني الأخبار اليوم هادية جدا ما شفنا هناك أي موضوع أو خبر قوي جدا ركزت عليه صحابنا المحلية وبالتالي قد يكون السبب مثل ما ذكرت يعني لا زال اليوم الهدوء والتركيز على الاجتماع أو افتتاح سمو الأمير لاتحاد البرماني العرب وتركيز العضاء في هذا المؤتمر يمكن هدى الساحش ويرغم أن هناك طبعا تصريحات وهناك مخترحات نيابية لكن الأمور هدت بسبب قد يكون هذا الأمر ركزت صحبنا على مخترحات الزيادات وتوقعات لهذه النسبة واختلفت من صحيفة إلى صحيفة أخرى رغم أن هناك اليوم انتخابات رح تجرى تكملي البلدي إلا أن الصحف يعني قاعد أشوف أنها أهملت هذا الجانب ويعني البعض تقاضى عنه تماما والبعض أشار إليه إشارة بسيطة هذا المشاهدين الكرام تقريبا هي كانت مجمل أهم الأخبار اللي شرتها اليوم في صحفنا المحلية بقية الأخبار تتعلق طبعا بالأخبار اللي تتعلق في الوزارات وتتعلق في مواضيع تتعلق في المجتمع المدني والتصريحات من هنا وهناك وبالتالي نحن دائما نركز على الأخبار المهمة واللي يهتم بها متابعين من خلال برنامج ديوان الصحافة طالما أما الأخبار العادية جدا يعني نتركها صفحا من أراد المزيد لبقية الأخبار يعني يتوسع ويتابع صحفنا المحلية لكن دائما في برنامج ديوان الصحافة نركز على الهم ونركز على المحلي والأخبار المحلية ونترك الأخبار الأقليمية والدولية جانبا لأن الشاهد وتلفزيون الشاهد وجيل الشاهد دائما هي محلية وتركيزها محلي بحت عموما مشاهدي الكرام وصلت لختام حلقتي لهذا اليوم أمل أن تكونوا قد استمتعتوا معي سبحانك الله بحمدك أشهد لا إله إلا أن تستخبرك وأتوب إليك أستودعكم الله في أمان الله اشتركوا في القناة